وكمان من الأسئلة المهمة في التعبير هتلاقي فيه في أسئلة التعبير سؤال ممكن يجيلك على استخدام الاستفهام مع أو ولا أم ولكن ولا بل سؤال جميل جدا وبسيط أولاد هو بيقول لي هل نسيت الامتحان هل نسيت الامتحان نقط تذكرت أنا معايا أربع اختيارات أو وأم وبل ولكن لازم أعرف استخدامات الأدوات دي الأول قال لي كلمة بل في اللغة تعني التالي بل يعني إضراب يا أولاد تفيد الإضراب بل تفيد الإضراب وهي أدى من أدوات العطف كما أنها أدى من أدوات أسليب القصر يعني بتنفع كحرف إضراب لما يجيلك في القراءة يقول لك بل أو في النصوص مثلا ماذا أفادت كلمة بل هتقول له إضراب أو عطف أو أسلوب القصر يعني ممكن كلمة واحدة تخدم عليها في أكتر من حاجة عندي إبا كده زي ما قلنا بل حرف يفيد الإضراب وهو أدى من أدوات العطف وينفع تبع أسليب القصر التي تفيد التخصيص لكن بحرف استدراك يجيلي في الامتحان يقول لي علاقة الجملة بما قبلها ويجيب لي أولها لكن يبا أنا هقول له لكن تفيد الاستدراك وهي أدى من أدوات العطف أيضا كما أنها أسلوب من أسليب القصر الذي يفيد التخصيص والتوكيد كده خلصنا من بل ولكن أنا بحاول أعلمك إزاي تختار في الامتحان ما فيش حاجة اسمها اهبشك واجري أنت ما بتاكلش بطاية جايبها لك الحاجة في البيت فتنزل على طول صاروخ عليها هجوم يعني يا أخي ده حتى يعني لو أنت بتحب وحدك وروحت وفي الوش كده على طول بحبك كل شوي هتكرهك هالسؤال عامل زي البنوتة يعني السؤال الأخطر ده عامل زي البنوتة ما تحاولش تحل مباشر امشي سلمة سلمة عشان البنت ما تكرهكش وتخسرها عشان خطبتك ما تكرهكش وتخسرها كذلك السؤال لو أنت جيت هاجم عليه هجوم واحد كده مرة واحدة زي عن ترى ابن شدات لما كان عايز ينتزع كلمة الحب من عبلة انتزاعا فغضبت عبلة المرأة تكره هذا الأمر وأسئلة امتحان السنوية العامة تكره هذا الأمر بلاش تهجم على السؤال الله يبارك لك فصفصوا كده حللوا هم حطين مثلا لكل سؤال تقريبا حوالي من 3 دقائق الأربع دا ياخد حقك فيه طيب بل إضراب لكن استدراك وعطف وقصر مش لكن 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 طيب أول ده حرف تخيير حرف تخيير هنا حرف تخيير يعني بتختار ما بين حاجتين طب هو بقول لي هل نسيت الامتحان نقط تذكرتها دي ما في عطف ما بين كلمة وكلمة لو تلاحظ هنا عطف وهنا عطف فما أقدرش لأخطار لبل ولا لكن ولو أنت استخدمتها بالطريقة العامية هتلاقي مش مشي أصلا يعني هل نسيت الامتحان بل تذكرتها لأن أنا بس ألك أنا ممكن أقول أنا نسيت الامتحان المعلومة كالتالي بتقول لك عند استخدام الاستفهام بكلمة هل في اللغة العربية يناسبها حرف التخيير خد المعلومة دي جميلة جدا يناسبها حرف التخيير او الله على دي هدية باتنين جر ونص لما سألك هل تقول لي او لما سألك ا تقول لي ام يبقى أنا لما أجي أختار دلوقتي أنا عندي الاستفهام بايه بهل يبقى لما أجي أختار أختار أداة تخيير تناسب الاستفهام بتاع هل هل يناسبها او يبقى أنا هختار كلمة ها او واقول هنا او تذكرتها هتقول لي لا مش مشية هي اللي مشية معاها هل نسيت الامتحانة ام تذكرتها ما فيش حاجة اسمها احنا احيانا كتير بنطع حاجات غلط يا بشا طالما استخدمت هل تقول لي او اما الام تستخدم ام قال لي استخدم ام مع الاستفهام ا طب ما تديني دليل خد الدليل ده عندك يقول احمد بك شوقي نقولها تاني أنا هختار او تعال نشوف احمد شوقي بيقول ليه كده ببيت الشعر بتاعه وسلا مصر وسلا مصر هل سلا القلب عنها بص كده اللي جاي ايه بص كده او اسا جرحه الزمان المؤسي الله على البيت ده شوف احمد بك شوقي رجل بسم الله ما شاء الله لما استخدم هل استخدم او شفت اهو يا ولد هل او لو قال ام لا اصبحت معابع لا احمد شوقي هالروح بعيد ليه قوله تعالى اأنتم انزلتموه من المزني ام نحن المنزلون قال تعالى قال تعالى اأنتم انزلتموه من المزني المزن طبعا استحاب يا ولد ام نحن المنزلون بص جمال القرآن يا ولد تخيل لا قدر الله يعني اكدت هتتمسك القرآن لا يقطق القرآن لا يقطق نحن بنخرج جميع جماليات اللغة العربية في القرآن الكريم هنا استخدم الله سبحانه وتعالى اداة الاستفهام ا يناسبها ام نرجع كده يا ولد نرجع كده للكلام ده يبقى هل يناسبها او ا يناسبها ام دي اسئلة تعبير مهمة جدا اسئلة تعبير فهنا بيقول لي هل نسيت الامتحان يبقى اختار كلمة او لان انا سألت بهل اما ام يناسبها حرف التخيير ا